مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو عبارة عن بانورامة أو مقدمة مهمة جداً لصفر أيوب ولقصة أيوب أيوب الذي وصف بأنه إنسان بار لكن موضوع صفر أيوب كله بيتكلم عن ألم الإنسان البار أو عندما يتألم البار ولأنه موضوع بيتكلم عن الألم ومعاناة الإنسان وحيرة الإنسان في وسط الألم فالصفر ده قريب جداً لقلب كل إنسان صفر يعتبر في قصته قريب جداً لأي إنسان بيمر بظروف صعبة بألام بمعاناة لأنه حتى الأسئلة اللي بتدور في ذهن الإنسان عندما يتألم كانت أيضاً بتدور في فكر أيوب وفي ذهن أيوب أين الله ولماذا الله يسمح بالألم وبتكلم كمان عن إجابات الناس المختلفة المرتبطة بالألم كيف رأى أيوب الألم كيف رأى أصحاب أيوب ألم أيوب وتعاملوا معه البحث عن إجابة من الله عن الألم فالصفر كله صفر قريب جداً صفر محبب للقارئ العبري كما أنه أيضاً محبب للقارئ المسيحي صفر بيعتبر من أصفار الحكمة هو صفر من الأصفار الشعرية كويس لكنه في نفس الوقت أيضاً بيعتبر من أصفار الحكمة لأنه نحن عندنا الأصفار الشعرية بتضم أيوب والمزامير وأمثال وجمعة ونشيد الأنشاد فبيطلق عليها أصفار شعرية لكن من ضمن هذه الأصفار الشعرية عندنا أيوب وأمثال وجمعة يطلق عليهم أيضاً أصفار الحكمة اللي بتتناول البحث عن أسئلة الإنسان العميقة المرتبطة بالوجود المرتبطة بالألم المرتبطة بسر الحياة فعش كده السفر ده يعتبر سفر مهم جداً وناخد عنه النهاردة كده بانوراما شاملة لهذا السفر عندما يتألم البارد زي ما قلت سفر أيوب هو سفر شعري مكتوب بالشعر والشعر العبري مهم جداً فهمه لأنه بيساعدنا أوقات كتيرة نفهم المتوازيات اللي فيه ونفهم أيضاً تكرار العبارات ونفهم لأنه هو مختلف اختلاف كله عن الشعر العربي اللي مبني على القفية وغيره لكن الشعر العبري مبني على أكتر حاجة فيه المتوازيات وأنواعها المختلفة فهو سفر يعتبر سفر شعري زي ما قلت مع الأسفار الشعرية لكنه أيضاً بيعتبر سفر حكمة لأنه يتناول موضوع الألم لأنه موضوع الألم موضوع بيلمس كل إنسان ما فيش إنسان أعيش على هذه الأرض لم يمر بألام ومعاناة ما فيش منذ أن سقط الإنسان والألم ارتبط بالإنسان ولأن الألم بيجعل الإنسان يتساءل في وسط آلامه سواء كان هو المتألم أو أحد أحبائه هو المتألم فبيجعل الإنسان يتساءل عن أسئلة مهمة جداً عن سر الألم عن لماذا وكيف ولماذا يسمح الله به كل هذه الأمور اللي مرتبطة بالألم الألم بيجعل الإنسان يفكر بعمق يفكر بعمق إحنا دايماً الحياة الرتم بتاعها سريع جداً تسحى تنزل الشغل ترجع من الشغل شو عايف تعمل لي مع الولاد الدوامة دي بتجعل الإنسان ما يفكرش في أسئلة الحياة المهمة لكن لما الإنسان بيكتاز في الألم بتبدأ هذه الأسئلة الكتيرة تدور في ذهنه واحد من أصفار الحكمة عاش كده لو الإنسان أراد فعلاً إنه يتعلم الحكمة وإنه يكون حكيماً وكيف يتصرف عندما يكتاز في ظروف صعبة سفر أيوب واحد من هذه الأسفار اللي بنجد فيها إجابة وبنجد فيها أيضاً شفاء لأنفسنا المجربة والمتألمة سمات الأسفار الشعرية لأنه سفر شعري فالأسفار الشعرية لها سمات معينة تختلف عن الأسفار النبوية والأسفار التاريخية إلى آخر أول حاجة المتكلم هو واحد من الناس يعني الأسفار الشعرية بتجد إنه المتكلم فيها مش الله فيها جزء الله بيتكلم كويس؟ زي سفر أيوب إن الله تكلم لأيوب في الآخر لكن دايماً المتكلم فيها هو الإنسان الإنسان بيوجه أسئلته وحرته وألامه ومعاناته كويس؟ نحو الله نحو الله حتى في المزامير لماذا تنساني كل النسيان؟ لماذا تحجب وجهك عني؟ كويس؟ في مزامير كتيرة الإنسان هو اللي فيها المتكلم كويس؟ إلى الله فهو المتكلم دايماً واحد من الناس يتكلم إلى الله غير الأنبياء الأنبياء بنجد فيها إنه هكذا قال الرب فبنجد فيها الله هو المتكلم إلى الإنسان إنما الأصفار الشعرية بنجد فيها الإنسان متكلماً إلى الله وعشان كده في تفسيرنا دايماً لازم فيه أشياء كتيرة ممكن يقولها الإنسان من الصح كويس؟ فما نعتبرهاش أنها كلمة الله لنا فناخدها ونطير بيها يعني لما أجي مثلاً إلى دراسة سفر أيوب واحدة من حاجات المهمة كويس؟ لما أجي أدرس دراسة سفر أيوب مش كل اللي قاله أصحاب أيوب صح مش كل اللي قاله صح آه مكتوب في الكتاب المؤدس زي ما أيضاً مكتوب في الكتاب المؤدس كلام الشيطان إنه أحقاً قال الله لا تأكلها من هذه الشجرة وإنه يوم تأكلها منها موتاً تموتاً أحقاً ده كلام الشيطان الله قال لكن لازم لما أجي أدرس الكتاب أعرف مين المتكلم الوحي هنا بقى دروا إيه الوحي هنا هو إنه بيسجل لي بصدق كامل ما حدث ده الوحي أوش كده لما نيجي ندرس الأصفار الشعرية لازم نحط ده في الاعتبار يعني أصحاب أيوب هل أصابوا أم خابوا الرب قال إنهم لم يتكلموا بالصواب في الآخر يعني اللي قالوا في كلام كتير ما كانش صح زي ما بنقرأ الأنجيل في كلام كتير قالوا الفرسين ما كانش صح فلازم برضو نفرق وإحنا بندرس من المتكلم هنا المتكلم في الأصفار الشعرية دائماً هو الإنسان نحو الله حاجة تانية التركيز بيكون على موضوعات متعلقة بصراع الإنسان زي الألم الخطيئة المعاناة معنى الحياة لما نروح لسفر الجامعة وباطل أباطيل لكل باطل وما المنفعة تحت الشمس بيكلمني عن سر الحياة كيف تعيشها كميس؟ في ضوء في ضوء إن كل شيء باطل في ضوء إن كل شيء زائل فكيف نعيش الحياة؟ حاجة التالتة المتكلم بيطرح أسئلة الإنسان العادي يعني أيوب مش بس هو اللي كان في كل التاريخ متألم لا لا أيوب يمثل قصة يمثل حالة لكن كثير من الناس مرت بألام أصعب من أيوب ومرت بألام تساوي ألام أيوب فالمتكلم دايما بيطرح أسئلة الإنسان العادي الإنسان اللي بيبقى في أتون التجربة وأتون محنة الألم فده بيبقى عنده أسئلة بيبقى عنده أسئلة يعني من كام يوم كان فيه كلام كتير مثلا حتى على السوشيال ميديا عن العريس اللي اشتغل برا عيني وحوش ويجي يتجوز ويوم فرحه وهو قاعد في العربية بيزفوهم مع مراته مات فأكيد أكيد موته بيطرح أسئلة عند أصحابه عند أهله عند زوجته اللي كانت لبسها لسه يعني بفستان الفرح بيطرح أسئلة الموت بيطرح أسئلة الألم بيطرح أسئلة والأسئلة دي أسئلة محيرة وعلى فكرة في معظم الحالات هذه الأسئلة ليس لها إجابة لأنه يلا عمق فكرة الله فأوقات كثيرة الإنسان ما بقدرش يوصل إلى الإجابة عن الألم ولماذا اللي هي صديق غالي جدا على قلبي يعتبر صديق طفلتي يعني وابنه مات في حادث ابنه الوحيد أنا عارف الأسئلة اللي بيترحها هذا ال هذه التجربة وتجربة صعبة ومؤلمة فصال إنه الرب لا يسمح لأحد أن يكتس فيها لكنه الإنسان بيكتس فيها وكثير من الناس بيكتسوا فيها دايما في الأصفار الشعرية التركيز بيكون على فكر الإنسان نحو الله يعني أيه بفكر نحو الله كويس أيه بقاله أنت ليه صامت أنت ليه ما بتتكلمش أنت ليه مش بتخش معيه في حوار أنت ليه مش بتفهمني كويس المزامير نفس الحكاية لماذا تنساني كل النسيان لماذا تحقب واجهك عني يعني يعني الإنسان بيوجي كلامه لله وقد يكون هذا الكلام فيه نوع من العتاب وقد يكون هذا الكلام فيه نوع من الأسئلة المحيرة للإنسان اللي بيوجيهها لله فهو تعبير عن الألم اللي جواه والمعاناة اللي بيعيشها والإنسان أيضا في ألامه بيبحث عن الله وعن الإجابة على أسئلته كتير من الناس بتفتكر إن ربنا سابها في وقت التجربة دايما بيسأله السؤال هو فين ربنا راح فين دي الأصفار الشعرية كويس لما نيجي بقى لصفر أيوب لانا قلت بس شوية السمات دول علشان لما نيجي ندرس صفر أيوب أو نقرأ صفر أيوب لوحدنا نبقى عارفين أنه اللي بيمتكلم هنا كويس في أغلب الحالات يا أيوب يا أصحابه في الآخر ربنا نتكلم وبالتالي سواء أيوب أو أصحابه لما نيجي ندرس الكلمات بتاعتهم وتعبيراتهم وايس والأفكار اللاهوتية بتاعتهم أوقات في أفكار صح وأوقات في أفكار غلط وده وأنا أعرفه إزاي أعرفه من خلال دراسة الكلمة ربنا هل اللي تقال دا يتماشى مع الإعلان اللي ربنا أعلنه في الكتير المؤدس ولا في تعارض وربنا قال كده الرب قال كده على أصحاب أيوب إن أنتم يعني لم تتكلموا بالصح يعني فبالتالي كلماتهم لازم عندما أدرسها أقدر إن أنا أميز ما بين ما هو حق وما هو غير حق فده في دراستنا دايما في الأصفار الشعرية لازم نحط إن المتكلم هو الإنسان والإنسان هو الذي يكلم الله ويطرح أسئلة أو آت كثيرة لالله طب أجي إلى تاريخ كتاب السفر قبل ما أتكلم عن تاريخ كتاب السفر هل فعلا قصة أيوب قصة تاريخية دا السؤال لأن دايما الإنسان يبقى عنده ميل لو القصة فيها بعض التفاصيل اللي هو يعني يشعر إنها صعبة على عقله إنه يستوعبها يقول لك أصل القصة دي رمزية وناس كتيرة بترى في يونان قصة رمزية بترى في سقوط الإنسان أدم وحواء قصة رمزية بترى في التفان إنه قصة رمزية بترى في أيوب قصة رمزية أنا مش عارف هي وصلوا لفين يعني نشكر ربنا إنه لحد دلوقتي يعني قليلين أو اللي بيفكروا إنه المسيح قصة رمزية لكن دايما الإنسان بيرايح دماغه يقول لك مدام هي فيها أمور صعبة شوية يبقى قصة رمزية لكن طبعا لا أنا ضد هذا الفكر ليس أدم وحواء شخصيات رمزية ولا التفان رمزي ولا أيوب رمزي ولا حتى يونان قصة رمزية إنما أيوب شخص تاريخي أعرف إزاي إنه شخص تاريخي أو لما أرى الأصحاح أو لما أرى السفر هو بيقول لي كده يعني أي واحد فينا هيقرأ السفر أيوب لك كان رجل في أرض عوس الداني اسمه الداني المكان بتاعه أرض عوس الداني اسمه أيوب وكان هذا الرجل صفاته كذا وكان عنده كذا وكذا إنت هنا بتحكي تاريخ إنت مش بتألف إنت بتحكي تاريخ إنت بتحكي تاريخ تاريخ بمكان وزمان وصفات تفاصيل كثيرة جدا فالسفر بيقول لي إنه هو تاريخ دي حاجة مهمة كمان تاريخية أيوب بيأكدها الكتاب المعدس في العهد الأديم بيأكدها يعني في صفر حسقيال أصحاح 14 وفي الآية 14 ذكرت مرتين يعني صفر حسقيال من الأصفار النبوية وطبعين عارفين إنه صفر حسقيال أعتبر من الأنبياء الكبار لكن في أصحاح 14 وفي الآية 14 والآية على ما أعتقد كمان 20 أو 21 خليني أطلع لحضراتكم النص ده بيقوليه ربنا هنا بيدين الأصنام وبيدين شعبه الذي يتعبد الأصنام وقال إيه الرب هنا إنه لما فر من القصاص القصاص جاي دينونا جاي لأنه ربنا اتكلم للشعب ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة ورافضوا واستمروا في عبادتهم أو ثان فربنا الرب هنا بيأكد على لسان حسقيال إنه الدينونا جاي لا محالة ففي عدد أصحاح 14 من حسقيال وعدد 14 بيقول كده بيقول وكان فيها هؤلاء الرجال نوح ودنيال وأيوب فإنهم فإنهم إنما يخلصون أنفسهم ببرهم يقول سيد رب يعني بيقول هنا الرب في عدد 13 يا ابن آدم إن أخطأت إلي أرض وخانت خيانة فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز يعني سمحت اليوم بالمجاعة وأرسلت عليهم الجوع وقطعت منها الإنسان والحيوان أرسل دينونا وكان فيها هؤلاء وكان فيها هؤلاء من دول نوح ودنيال ودنيال وأيوب هؤلاء التلاتة الأبرار مش هيخلصوا الأرض لكن هيخلصوا أنفسهم ببرهم يعني الدينونا هتيجي هتيجي ولما يقولنا هنا وأيوب ده ألها مرة وألها أيضا في نفس الأصحاح كويس في الآية رقم 20 وفي وسطها نوح ودنيال وأيوب فحي أنا يقول السيد رب أنهم لا يخلصون أبناء ابنا ولا ابنة إنما يخلصون أنفسهم ببرهم يعني أيوب شخص تاريخي ذكر في العهد الأديم كشخص تاريخي واستغدم كشخص تاريخي مع دنيال ومع نوح في العهد الجديد طبعا رسالة يعقوب حكي كلمتنا عن صبر أيوب وعن حياته في العهد الجديد أيضا بيأكد لنا تاريخية تاريخية أيوب تاريخ كتابة السفر كويس في فرق ما بين تاريخ كتابة السفر وتاريخ حدوث القصة ممكن يكون السفر اتكتب مباشرة بعد حدوث القصة ممكن وممكن يكون اتكتب بعديها فترة بس فترة ده ايه هو ده السؤال فلما نيجي الى تاريخ كتابة سفر أيوب عندنا ثلاث افكار او مدارس متعلقة بزمان كتابة سفر أيوب انا شخصيا اؤمن قبل لما اتكلم عن زمان الكتابة انا اؤمن ان القصة حصلت القصة حصلت أيام او في فترة ما قبل النموس المساوي كويس لانه ايوب في تصرفاته ككاهن للأسرة وفي عمره ايضا اللي عاشه السنين اللي عاشها يشبه الى حد ما عصر الاباء ابراهيم واصحاق ويعقوب كويس فالقصة تعود زما يعود زمنها الى الوقت ده لكن انا بتكلم هنا عن تاريخ الكتابة تاريخ الكتابة هل كتبت اثناء الزمن المساوي يعني هل هل مثلا موسى كرجل الله عرف عن ايوب والرب قال لموسى يكتب او يشوع مثلا عرف والرب قال له يكتب فهل كتبت اثناء الزمن المساوي ام كتبت ايام سليمان لانه سليمان كان مهتم جدا بالاحداث وبالروايات المتعلقة بالحكمة وكان يعني سليمان فاق في حكمته كويس حكم مصر فكان مشهور جدا بالحكمة ودايما الحكيم يعني يهتم بامثال وبقصص من الحياة يسجلها فهل فهل كتبها سليمان كتب لنا قصة ايوب ولا اتكتبت ما بعد سليمان يعني اتكتبت في فترة متأخرة طيب نيجي الى زمن ابراهيم وصحاق اللي بيقوله ان القصة يعني حصلت زي ما انا بقول كده في زمن قريب من ابراهيم وصحاق ويعقوب بيقولي كلام ده بيبنيه على اكتر من سند اول سند ان السفر يحتوي على عبارات شعرية من الشعر العبري القديم انتوا عارفين يعني النهاردة لو انا مسكت مثلا قصيدة ل احمد شاوي ومسكت مثلا قصيدة ل شعر معاصر للنهاردة لنا يعني تقدر تقول اه ده بيعود للزمن الفلاني الكلمات المفردات طريقة كتابة الشعر بتعود الى لها فترات معينة لها بيبقى الاسلوب بيختلف من من جيل لجيل فقدر اقول الشعر ده يعود الى مثلا القرن الواحد والشين اه الشعر ده يعود القرن التسعتاشر كويس يعني فالمفردات المستخدمة وطريقة كتابة الشعر بنقدر نحدد منها الزمان اللي تكتبت فيه كويس فبيقولوا انه العبارات المستخدمة والشعر العبري القديم بيقول على انها تكتبت قبل سليمان بيس الحاجة التانية انه السفر بيحتوي على اشارات تاريخية تعود الى زمن ابراهيم واسحاق ويعقوب يعني مسلا عمر ايوب 140 سنة الرينج ده بتاع الاعمار دي كان موجود ايام الاباء بيس مش موجود ايام سليمان ولا داود الرينج بتاع سليمان وداود كان الستينات سبعينات دا الميكسوم بتاع عمر الانسان بيس فهنا اقول انه اه عمر ايوب 140 سنة عاشها اه طيب ما دا اصحاق عاش 130 سنة يعني فقدر اقول اه دا الرينج بتاع العمر بتاعهم بيعود الى الزمن المعين فترة المعينة فعمر ايوب الموضوع دا الصفر لا يحتوي الى اي اشارة الى الشريعة المساوية او العهد المساوي خالص كمان من مجرد مقدمة الصفر يمكن ان الكاتب عاش بعد موت ايوب كاتب القصة عاش بعد موت ايوب قصة كتبت بعد موت ايوب ليس بفترة بعيدة دا يمكن اكتر حاجة انا اميل اليها البعض بيميل لانه سليمان هو اللي كتبها كويس لانه سليمان اهتم بالحكمة واهتم بالبحث عن امثال واحكام و يعني بحث في الطيور وبحث في امثال الشعوب الاخرى و ذكر لينا امثال من 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 ناس ومن شعوب مختلفة في يميل البعض الاخر الى انه سليمان هو الكتب لكن انا شخصيا اميل انها تكتبت قبل قبل سليمان يمكن سليمان عملها نعم اليديتينج يعني التنقيح كويس لكن القصة كانت موجودة قبل سليمان طب ايه هو موضوع سفر ايوب موضوع سفر ايوب ببساطة تألم البار لو الشرير بيتألم ما عندنا شيء مشكلة نميز راحو الانسان اياه يحصد ايضا انما ان يتألم البار ان يتألم البار ده يترح اسئلة من ضمن الاسئلة اللي بيترح لماذا وإيه اللي عمله غلط علشان يتألم وإيه القصد من الالم واسئلة كتيرة متعلقة بألم البار ألم الانسان اللي بيعيش مع ربي النهاردة الانجيل الذي نطلق عليه انجيل الرخاء والصحة ان انت اعرف الرب يسوع وهتبقى غني جدا ولا يصيبك اي مرض على فكرة دي هارتق بنظري دي هارتق ليس لها اي علاقة بالكتال المعدس ليس لها اي علاقة بالكتال المعدس لانه الكتال المعدس يتكلم عن انه الانسان هيتقلم حتى المؤمنين الابرار هيتقلموا في العالم سيكون لكم ضيق مفيش مرة من المرات الرب يسوع قال لتلاميذه لو امنتم بيا انه كوى السماء من الغنى والدهب واليقوت هيتفتح عليكم وانه العالم هيحبكم وان انتو هتعيشوا بلا الام ولا انتمردوا الرب ما قالش الكلام ده خالص ده قال لهم في العالم سيكون لكم ضيق قال لهم هيقبضوا عليكم ويحاكموكم ويجركم الى محاكم ويقولوا عليكم انتهامات خاطئة وتقتلون على فكرة احنا مش افضل من تلاميذ المسيح مش افضل من تلاميذ المسيح فالمؤمن بيتألم المؤمن هيمرد المؤمن هيكتاز في الام المؤمن هيكتاز في احتياج المؤمن هيمر عليه ما يمر على العالم يعني لو في مؤمنين النهاردة في غزة بيمر عليهم نفس اللي بيمر على اهل غزة لو في مؤمنين النهاردة في اوكرانيا بيمر عليهم نفس اللي بيمر على الموجود في اوكرانيا هم جزء من المجتمع جزء من المجتمع لو دخلوا حرب لو بلدهم دخلوا حرب ممكن ولادهم يموتوا ممكن ولادهم يتصابوا ممكن هم نفسهم يتصابوا ممكن هم نفسهم بيتهم يقع عادي ده جز هتقول لهم ما الفين حمايت رب إن كان للرب قصد إن يبقيني حتى في وسط الحرب هيبقيني إن كان لي هدف أو غرض إن كان يريد أن يضيف عمر إلى عمري ويوم إلى أيامي بغرض وبهدف هو يعلمه هيبقيني لما حصلت المجاعة في أرشاليم كلم عنها رسول بوليس بأعمال وبنقرأ عنها أيضا في الرسائل وإنه جمعوا تعديد من الإخوة وبعثوهم لكنيسة أرشاليم كنيسة أرشاليم مر عليها نفس الاحتياج اللي مر على اليهود اللي موجودين اللي رفضوا المسيح إنه دخلوا في مجاعة يوم ما اتدمرت أرشاليم سنة سبعين كان فيها مؤمنين كثيرين وجرى عليهم نفس اللي جرى على اليهود الجندي الروماني اللي دخل بيوت اليهود ما قالش مين مسيحي ومين يهودي مين بيؤمن بالمسيح ومين مش بيؤمن بالمسيح أخذ هذا وأخذ ذاك الساروخ اللي بيتضرب ما بيفرقش ما بيت بين مسيحي وبيت مسلم لو البتين جمع بعض وقع عليهم هيدمر البتين باللي فيهم فبنكتاز في نفس الألام اللي بيمر فيها العالم لكن هنا تألم البار بيترح دائما أسئلة هو أسئلة على فكرة مشروعة عمر ربنا ما بيزعل من الأسئلة لو الإنسان راح بأسئلته للرب وفتح قلبه لربنا ده مش عيد أنا تعبيره عن المشاعر تعبيره عن الحيرة تألم البار لماذا يتألم البار لماذا أول سؤال دائما في التجربة دائما بنيسأل لماذا كيف يمكن أن نفهم ألم البار في ضوء عدل وقداسة الله إذا كان الله عيدل وقدوس لماذا يسمح للبار بأن يتألم هل يمكننا أن نثق في الله هل هو بار وعادل للدرجة أنه إحنا ممكن نثق فيه وكمان في سؤال آخر بيترحه لهوت العقاب والثواب مدام اكتست في ألام أكيد عملت مصيبة فربنا بيعقبك على المصيبة اللي أنت عملتها حتى لو أنت نسيها وده كان كل فكر أصحاب أيوب فده الموضوع الأساسي بتاع سفر أيوب كده بقول سفر أيوب يعتبر سفر قريب جدا لقلب كل إنسان زي المزامير زي المزامير المزامير قريبة جدا لقلب المؤمن وغير المؤمن يعني لو إنسان غير مؤمن وبيكتس في ألام وأرى المزامير يشعر بتقرب كبير لله وبراحة نفسية وروحية لمجرد أنه يأرى المزامير يعني إيه بقى الفكر اللهوتي لسفر أيوب زي ما قلت السفر أيوب بيطرح مشكلة الألم في حياة الإنسان البر وبيطرح سؤال لماذا يتعلم إذا كان الله كلي القدرة والصلاح فكيف نفسر وجود الشر هل الله كامل في صلاحه هل الله كامل في قدرته قوته طيب إذا كان الله كامل في صلاحه وإذا كان الله كلي القدرة إذا كامل في صلاحه يرفض الشر وإذا كامل في قدرته يقدر يوقف الشر فلماذا يوجد الشر لماذا ينجح الشرير سألتوا السؤال ده قبل كده على فكرة سفر المزامير يعني السؤال ده بالذات في مزمور 73 السؤال ده السؤال ده طرح بحزفيره زي ما هو كده لماذا ينجح الشرير فيه أشرار أغنية ومش مرضى وصحتهم يهدوا بها كبال وولادهم زي الفل وأشرار طب ليه ينجح الشرير لماذا وده اللي قاله كاتب المزامير في مزمور 73 يعني أشجعكم على مزمور ده فعلا تقرؤ بيقول إنما صالح الله لإسرائيل معروف إنه الرب صالح صالح لأنقيا القلب إنسان ناقل قلب ربنا بنسباله أو الرب صالح نحوه أما أنا فكادت تزل قدمي يعني لو حطيتها بالله أما أنا فقد يعني قد اقتربت إلى ارتداد لولا قليل لزلقت خطواتي لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار متكبر والشرير في سلام لأنه ليست ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين ليسوا في تعب الناس ومع البشر لا يصابون لذلك تقلدوا الكبرياء لبثوا كذوب ظلمهم يعني ازدادوا في ظلمهم أكثر وفي كبرياءهم أكثر لي لي ينجح الأشرار سؤال لماذا تقلم البار وكيف ولماذا يسمح الله بهذا الألم أنا عملت ممكن خمس حلقات في مدرسة الحياة الكتابية ممكن ترجعوا لهم عن الألم والشر ناشت الموضوع ده في خمس حلقات كاملة سفر أيوب بيقدم لنا تلات إجابات من تلات أشخاص على موضوع الألم وعلى مشكلة الألم الإجابات دول برخصهم في تلات إجابات الإجابة الأولى إجابة أيوب كيف كان رد فعل أيوب نحو الألم الإجابة الثانية هي إجابة أصحاب أيوب إزاي رأوا الألم في حياة صاحبهم ورفيق عمرهم اللي عارفينه وعارفين ولاده وعارفين حياته ومع عشرينه لسنين طويلة كيف فسروا وجود الألم في حياة أيوب والإجابة الأخيرة كانت إجابة الرب كيف أجاب الرب أيوب في الآخر إجابة أصدقاء أيوب إجابة أيوب نفسه وإجابة الرب للألم طيب نيجي أول حاجة ناخد أصدقاء أيوب أصدقاء أيوب كل تفكرهم وفكرهم عن الله إنه ربنا كويس صالح بس ربنا صالح مع الصالح ربنا يكافئ الصالح تبو الشرير يعقبه فأي عقاب أي عقاب موجود أو أي ألم موجود في حياة إنسان وراه على طول مباشرة وراه مباشرة على طول موجود خطية لو أنت في حياتك ألم يبقى اعرف إنه هناك خطية مية في المية إجابتهم أبسليوت يعني مفهاش استثناء أيوب في حياتك ألم يبقى أيوب إنت عملت مصيبة لازم المصيبة اللي إنت عملتها دي تعترف للرب وتتوب عنها فيرفع عنك الرب الألم في كلام أصحاب أيوب في جزء صح وفيه تلاتة اربع غلط آه أوقات ربنا بيعاقب وبيسمح للإنسان إنه يدفع تمن خطية وده قاله الرب يسوع على فكرة ده مش حاجة يعني غريبة على الإيمان المسيح لما رب يسوع كان في مكان في بيت والناس كلها ملت البيت وازدحمت برا البيت كان فيه شخص مفلوك أصحاب الأربعة حبوا إنه هم يجيبوه ليسوع علشان يشفيه نايم على سرير مفلوك فشلوه ومعرفوش يدخلوه فرحوا نقبوا في السقف فوق ونزلوه كده بزي يعني بأربع حبال نزلوه قدام الرب يسوع الرب يسوع لما رأى إيمانهم قال للمفلوك إيه يبني مغفورة لك خطيئك ما قالهوش على فكرة إنه قم أحمل سيرك ومشي مباشرة لا لا قالهو مغفورة لك خطيئك يعني يعني هذا الإنسان المرض اللي كان فيه كان بسبب خطيئة وما نقدرش على فكرة ننكر هذه الحقيقة الله ممكن يسمح إنه الإنسان يجني ثمر خطيئة بألم وأن الله لا يشمخ عليه وأن كل ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا فالله ممكن يسمح بأن الإنسان يعاقب على خطيئة بألم وما نقدرش نرفض الحقيقة دي لكن ليس كل مرض في حياة الإنسان أو ليس كل ألم في حياة الإنسان سببه الخطيئة لأنه دا كان فكرة التلاميذ أهذا أخطأ أم أبواه حتى أنه ولد أعمى صح؟ فاكرين يحنى تسعة المولود أعمى قالوا له هو مين اللي أخطأ عشان الإنسان دا يولد أعمى هو أخطأ مع أنه مولود أعمى على فكرة بس هو أخطأ ولا أبوه أمه اللي أخطأه ما هو مش ممكن يبقى أعمى إلا إذا كان في خطيئة الرب قال له مين لا هذا أخطأ ولا أبواه دا فكركو غلط مش كل ألم بيكتاز في الإنسان سببه خطيئة أصحاب أيوب كانوا نفس الفكر دا إن مدام في ألم في حياة أيوب يبقى على طول ربنا يا أيوب بعقبك وإحنا أوقات كتير على فكرة بنسرع في الحكم على الناس بصورة سيئة ممكن نحكم على الناس غلط ويا ما بنحكم على الناس غلط آه دا خسر في البزنس أصله تلاقي يعني كان فيه حاجة ربنا بيعاقب عليه إيش عرفك إيش عرفك جبتها منين دي هالربنا أعلن لك الأمر دا هالجا لك وحي إلهي هالربنا اتكلم ليك وعلن لك سر عن حياة الإنسان دا يريد ما نتسرعش في الحكم على الناس دا أنا ما عرفش إلا إذا كانت خطيط الإنسان دي ظاهرة يعني لو إنسان ترك زوجته فور إجزامبل مثلا ومراته وراح مشي مع السكرتيرا بتاعته ولا عمل علاقات غلط وبعدين اكتاس في ألام أقدر أقول آه دا إنه فيه خطيط واضحة فيه خطيط واضحة لكن غير كده ما أدارش حاكم لأن حكم هيبقى حكم ظاهري الرب يعرف قلب الإنسان ويا ما قدسين قدسين على مر العصور اكتازوا في ألام ورب سمح ليهم بألام مش لأنهم أخطأوا لكن لكي يتمجد الله في حياتهم بسورة أو بأخرى فلهوت المجزادة لهوت إذا خدتك بالمطلق مصيبة خطيئة زي أصحاب إنسان عادي كان متحير يعني خسر ولاده أملاكه أملاك بتروح وتيجي بقر الغنم جمال كلها ملاش أي قيمة لكن نخسر ولادك وفوق ده كله خسر صحته تجربة ما بعدها تجربة ألي أيوب أول حاجة لما بدأت التجربة في حياة أيوب أعلن إنه أنا بسلم للرب الرب أعطى الرب أخذ خلاص كل الغنة اللي في حياتي ده كان من رب ورب خده فليكن اسم الرب مباركا مدام أنا ما تسببتش في الخسارة يبقى الرب هو اللي أعطى والرب هو ليه اللي أخذ بعد فترة وبعد كلام أصحابه معي بقى بدأ أيوب يصعب عليه من ربنا شوي وده طبيعي على فكرة وبدأ يشعر إنه الرب بيتجاهله مش عايز يكلمه مش عايز يرد على أسئلته أيوب عنده أسئلة ومتحير وأصحابه بيزوده الطينة بالة ومحدش بيجاوب على أسئلته أيوب يقولهم هو يقول لي يقول له أصلا أنت أخطط هو يقول لي يقول لي يكلمني يشرح لي يجاوب على أسئلتي فشعر أيوب إنه الرب بيتجاهله لكن آخر كانت ردي فعله إنه لما الرب بدأ يكلم أيوب أيوب قال الكلام ده أرفض وأندم في التراب والرماد بسمع الأزن قد سمعت عنك والآن قد رأتك عيني ماذا بقى عن الإجابة الأخيرة إجابة الرب نفسه ودي الإجابة العجيبة التي سجلها لنا الكتاب المعدس كيف أجاب الرب أيوب كيف أجاب الرب أيوب وإجابة الرب الأيوب ما زالت على فكرة إجابة برضو محيرة إجابة محيرة يعني لما نفتح إلى إلى سفر أيوب والجزء الأخير ده من أصحاح آآ ثمانية وتلاتين من سفر أيوب الرب بدأ يتكلم في الآخر الرب بدأ يتكلم وعلى فكرة الرب لما تكلم هنشوف في الجزء ده ما قالش الأيوب أي إجابة من اللي كان يطلبها الله غير مطالب أنه يقدم لنا إجابات هو يهتم بتاع زيتنا لكن مش لازم يجاوب على كل أسئلتنا لأنه في حاجات كتيرة احنا ممكن ما ندرج نفهمها يا لعم تغين الله وحكمته ما أبعد أحكامه عن الفحص وتركه عن الاستقصار شوف هنا فأجاب الرب أيوب من العاصفة أنت لما ترى الجزء ده على طول منتظر إيه منتظر إنه أيوب أنا سمحت إنه يحصل كذا وكذا وكذا علشان الأسباب دي واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة لكن ربنا ما عملش كده خالص إيه بقى أجابة رب إجابة الرب لأيوب في العاصفة فأجاب الرب أيوب من العاصفة وقال نحطها حتى قدام حضرتكم هنا من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة أجدد الآن حقويك كرجل فإني أسألك فتعلمني يعني الرب هو اللي هيسأل مين أيوب مش هيجاوب على أسئلة أيوب لكن عايز أيوب يجاوب على الأسئلة اللي هيتراحها وداله بقى لسة طويلة من الأسئلة زي إيه أين كنت حين أسست الأرض أخبر إن كان عندك فهم من وضع قياسها لأنك تعلم أو من مد عليها مطمارا على أي شيء كرت أو قرت قواعدها أو من وضع حجر زاوية عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله إنت حكيم إنت إنسان بتقول عندك معرفها تب تب كل الموجودات أنا تعلم أسئلة جاب أيوب الرب وقال ها أنا حقير فماذا أجاوبك وضعت يدي على فمي مرة تكلمت فلا أجيب ومرتين فلا أزيد بسمع الأزن قد سمعت عنك والآن قد رأتك عيني ده اختبار أيوب أصلي إنه سفر أيوب يكون سهب تعزية لكل شخص فينا ولأن نلتقي سلام المسيح يكون معكم